مستهدف الثاني بعد السلطة التشلعية ظهر أن رئيس صوب سهامه جدياً نحو دستور 2014 هذا الدستور الذي كنا نفتكر به ونعتبره مفخرة من مفاخر تونس بعد الثورة هذا الدستور وصف من قبل رئيس الجمهورية بأنه قد على المقاس بأنه مليء بالفخاخ أنه أكله الحمار الأمر 22 سبتمبر الأمر 117 استهدف علق عديد الأبواب من الدستور ولم يترك إلى الباب الأول والثاني جاء بعدها خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 الجاري ليعنين عن تكويل اللجنة لنظر في عديد الإصلاحات ربما وهي كأنها خطوة استباقية لتعليق العمل بالدستور 2014 وهو ما ظهر أيضاً في بعض خطاباته الأخيرة كيف تنظروا لهذه الدعوة بتعليق العمل بالدستور 2014 أو إلغاء جملة واحدة والتشريع لدستور جديد تقوم بسيغته أحدى اللجان المكونة من قبل رئيس الجمهورية نعم هو أنا أعتبر أن رئيس الجمهورية من ليلة 25 جوليا وتدعم ذلك بالمرسوم 117 هو علق الدستور وهو يعني فعلياً هو علق الدستور وحل قام بحل مجلس النوض الشعب وذلك فقط هو استبقى على إطار غطاء يحميه من تصنيف تونس دولة مارقة ودولة حصل فيها انقلاب يعني هو فقط لكي ينفيه عما قام به صفة الانقلاب استبقى على باب ولم يحترم باب الحقوق يعني هذه الموانع للسفر السجون زملائي سيف الدين مخلوف ونضال السعودي اللي موجودين اليوم في السجن ظلماً وهي أكبر مظلمة تقريباً حصلت للتونس في هذه السنوات هذا كله معناها فقط هي تعلة هي طريقة تحايلة فيها رئيس الدولة على الرأي العام الداخلي والخارجي حتى ينفي عن نفسه كلمة انقلاب يعني الدستور هذية أنا كنت حاضرة في الحوار الوطني الذي تقريباً تجاوز كل نقاط الخلافية اللي حصلت والحوار الوطني من بين نقاطه كانت ورزنامته وخارطة طريقة متعه أنه تجاوز الأشكالات كنت حاضرة من أول جلسة إلى آخر جلسة هذه السيد الرئيس الجمهورية لم يكن حاضرة ولم يكن عضوان فيها يعني لم يكن مطلعاً على ذلك فنقاط الخلافية حول النظام السياسي حول الحقوق والحريات في الدستور هذا حول التبويب حول الفصل الثمانين هذا بالذات يعني كل ما يهم هذه النقاط الخلافية تم حلها في طاولة الحوار الوطني ووقع إبلاغها للكتل التي التزمت التزمت بتنفيذها في المجلس الوطني التأسيسي والمقترحات كلها كانت بتوافق وليس التوافق الذي يراد منه لأنه كلمة جميلة توافق وكلمة فيها كل الحلول وفيها سر تجاوز الخلافات أصبح توظيفها كأنه ما شيء سلبي لا أنا أعتبرها كانت مهمة جداً وكانت الأطراف المتناقضة موجودة وكانت تتبادل الأفكار حتى وصلنا إلى هذا الدستور والأبواب والتوزيع السلط الذي تم داخله والحقوق الحريات التي ضمنت وكانت تقريباً شملت الكل الحقوق معناه توسعت بطريقة جميلة جداً كل المقترحات التي كانت الغاية منها الإنسان التونسي بكل جوانبه وقع تضمينها يعني ليس من حق رئيس الدولة اليوم أن يحكم برأي منفرد برأي أحادي على هذا الدستور بأنه لم يعد صالحاً ما هكذا تقيم الدستور؟